إلى مصر حيث ارتفع احتياط النقضي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى حوالي 34.5 مليار دولار في فبراير بزيازة حوالي 128 مليون دولار عن يناير بحسب ما أعلنه المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تدعيات الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الصرف وتوصلت مصر الاتفاق مع صندوق النقض الدولي من أجل الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار بما يمكنها من جذب استثمارات خارجية جديدة في أدوات الدين وتشجيع المستثمرين على التوسع في مصر اشتركوا في القناة